اشتركوا في القناة ومن كل ضيق مخرج برحمتك يا أرحم الراحمين أحببت أن لا ينقطع مجلس العلم بعد قرار توقيف وتعليق الصلاة في المسجد بسبب هذه الأمراض وهذه الأوبئة سأل الله عز وجل أن يصرفها عن بلاد المسلمين وهذا الدرس هو مجلس علم يسمعه الإنسان وإن في بيته أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا نتابع الحديث في باب الحج وأتحدث اليوم عن باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهنه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت نبي عليه الصلاة والسلام ديننا دين النظافة ديننا دين الطيب ديننا دين الطهارة سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول بما عنده من عمبر ومسك حتى قبل الحج سبحان الله يسن للحاج أن يدهن بدنه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انبعثت منه ريح تنبعث منه ريح المسك وكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك تقول السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وهذا الحديث للرجال دون النساء وبدون أن ينتبهوا أخوانا الكرام إن شاء الله ربي عز وجل بيكتبنا ويكتب لكم الحج وما بيحرمنا من الحج ولا بيحرمنا من الجي لبيوت الله عز وجل وعلى فكرة الدرس أنا أسجله وما في المسجد أحد من أجل قرار وزارة الأوقاف ولكن أحببت أن لا ينقطع الخير ولا ينقطع الأجر والثواب هذا فقط للرجال يطيب الرجل لنتبه الأخ مون طيب من شفت الإحرام التي نلبسها هذا لا يكون تدهن جسدك بالطيب سبحان الله الناس ما عدت ذكرت الطيب اللي هو الزيت هلا كله عبارة عن بخاخات الطيب الحقيقي هو الزيت هذا يسموه أسنس بيحطه على جسمه كان العرب يعني يبقى يوم ويومين وثلاث وأربع أيام هلا بتعمل البخة هيك بتروح يعني بثواني فلذلك إذا كنت من الرجال وأردت أن تحرم يسن أن تدهن من هذا الطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينوي يدهين وإذا أراد أن يفك الإحرام يفكه بالطيب صلى الله عليه وسلم يجيب طيب وفك إحرامه النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب طيب له أثر بالغ الإنسان إذا شم منك رائحة طيبة والله تدل يعني على المودة تدل على يعني أن الإنسان يتقبل الآخر ما نراه من مشاهد الحجيج والله أيام شيء نقول لك طب ديننا دين النظافة ديننا دين الطيب تقول السيدة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بالأحوال العادية غير الحج كان جل إنفاقه على الطيب صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيبا فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة والله يا أخوانا الكرام لازم الإنسان بسيارته يكون في طيب هيك قبل ما ينزل لما كان هيش بدأ يروع الجامع بالطيب عنده قارورة بدل أن ننفق المال هنا وهنا كل إنسان عنده مخصص شيء من الروائح الزكية العطرة التي يقبلها أغلب الناس في ناس الله يهديهم حتى في المسجد أيام أخوانا يكي بيعرضوا علي طيب ما بحسن رده لك لما بشمه لك هذا مو طيب يعني هذا بعيد عن الطيب اسمه طيب لأن النفس تطيب به كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم وليحله قبل أن يطوف بالبيت متى ما الإنسان نوى نية الحج مع صف طيب خلص هلها أنت قبل أن تنوي هلها بعدين بتخل مكة وبعدين بتطوف وبتسعى طلع على عرفات وبعدين بترمي وتطوف طواف الإفاضة وبعدها حسب ما لك داخل يعني متمتع أو قارن أو كذا يعني بتفك أحرامك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفك الإحرام تبعه بإيش بالطيب بأخوانا الكرامي اللي بيروحا على العمرة طيب نفسك مع الطيب هلها جاي معنا كان يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من شعره أن في شعر شعر تحت الأبيط وشعر العاني ومتما الإنسان بدك تطوف أنت حول بيت أكرم الأكرمين بدك تكون بأجمل وأبهى حلة اللباس الإحرام بدأ يكون ناصع البياض طبعا قلبك بدأ يكون كمان أبيض حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبيص يعني بريق ما أنه هو زيت زيت كان أصلي يعني سبحان الله الله عز وجل يدلنا على الطيبين هاي البلاد فيها فيها طيب الحمد لله نحن بلادنا مشهورة بالياسمين مشهورة بالفل فيها الزهور والعطور هاي الروائح الأصلية الياسمين الفل هلا بتجي بقى رائحة المسك اللي هي والعنبر وهذه الأشياء صارت هلا كلها مركبة وعم يطلع مننا أنواع يعني الإنسان هيك يستزوئ لنفسه هي شي بيحب الياسمين العراتلي وهي صدقا هكذا كانت البيوت حتى في مجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بسموها المزهرية ها يحطوا فيها إيش ماء زهر ماء الزهور يعني كان تدخل للمساجد كل ياته طيب والحمد لله مساجدنا طيب الله يصرف عننا الأمراض نحن يا أخواننا الكرام إذا كان ديننا دين الطيب يعني من باب أولى خاصة في هذه الأزمة أن نهتم بتنظيف أيدينا سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده يعني تغسل إيديك نحن لو سالكين المنهج النبوي الصحيح ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن العالم في وباء العالم في مشكلة العالم الآن يعني يستنجد بمنظمات الصحة العالمية من أجل أن يجد حلاً لما هو فيه ما عندهم لا نظافة ولا في عندهم طهارة والأمراض تنتقل بعضها مع بعض ليش هلأ صاروا نحن بالقرن الواحد والعشرين بدوا يعلمونا كيف بدنا نعطس والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا من خمسة عشر قرن بدوا يعلمونا كيف نتتواب وكيف الواحد يعلمونا كيف نصافح نعمل خطب ودروس أنه التقبيل ما بيصير صاروا هلأ إيش يضربوا بالأحزية تبعون وإن له كورونا هيك من البعيد ما أنه نحن نحن ديننا اللي علمنا كيف نصافح وكيف يكون التقبيل من الكتف بين الرجال فيما بينهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحط النبي عليه وسلم على شعاره فهذا نداء هذا نداء أنه نتعلم أنه نحن جاء على الجامع هيك الصبح إن شاء الله ربي بعيد يعني بعيدنا للمساجد هي فترة مؤقتة سيد وزير أبقاف قال فترة مؤقتة يعني خمسة عشر يوم وتنتهى إن شاء الله وإذا كان يعني الأمور تيسرت إن شاء الله بكرة نصلي الفجر معي تكون في المساجد وما ذلك على الله بعزيز كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم هلا إذا حطيت قبل وضل معك الطيب ما في مشكلة بس ما منحط على المناشف وين وين ما بدك بجسدك وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعرق ينزل العرق وينضي بين الطيب على جسده صلى الله عليه وسلم عرق عرق النبي لحاله طيب فكيف إذا كان ينسار مع الطيب صلى الله عليه وسلم هذا هو الزوء الرفيع شوفوا يا أخوانا الكرام الإنسان الإنسان يعني ليه كلمة معنيش خليني الإنسان كتلة علال بيطول وأضافيره بيطول شعره إذا نام لازم يغسل وغسل فمه حتى هيك يقوم يطيب حتى أقرب الناس لك ما يمل منك الناس اللي بيجلسوا معك في الصف الأول في الجامع ما يمل منك كل يوم بيشموا منك رائحة طيبة الله يجعلنا من أهل الطيب هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وشأنه في خارج الحج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت نبي عليه الصلاة والسلام قال كل الزيت وادهنوا به هذا بعمله درس لحاله زيت يعني مجموعة فوائد أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير الدرس قائم لكن الدرس قائم بدون بدون مصلين ما في غير الأخ والله اللي عم يصورني كتر الله خيره أنا وإياه قاعدين في المسجد في هذا الصباح المبارك وجاين عم يشتغلوا بشان إيش حتى اتصلكم رسالة الخير وما ينقطع عنكم الدرس أسأل الله عز وجل يعني أن يعيدنا إلى المساجد يا أخوانا الكرام كان المصلي يقول حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح الناس نايمة الناس نايمة في بيوتها هلّا الآن صلنا نقول صلوا في رحالكم صار بعض الناس بدون إيش بدون هلّا لما صلنا نقول صلوا في رحالكم صار بأن الناس تتحسوس نسأل الله لا يكون هذا يعني استبدال أنه تكون أزمة وتمر بيومين ونرجع ونعرف قيمة المسجد هاي الأزمة اللي صارت حتى نعرف قيمة المسجد المسجد سبحان الله والله من ثلاثة أيام لما نزلنا يوم الأحد قبل أمس نزلنا والله القلب عم يبكي جامع ما بيفتح المصليين ما يجو سبحان الله السر بالسكان ولا بالدكان السر بالجامع ولا بالناس اللي فيه السر بالناس اللي عم يجو ولكن الآن البيوت خاوية على عروشها ولكن لأمر لأمر هو الحفاظ على على صحة الناس يعني سيدنا عمر قال للكعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك غير أن المؤمنة عند الله خيروا منك نحن عفاظا على الناس حفاظا على صحتهم هل من جو نحن محروقين بس نحن بدنا المصلحة الكبرى أنه تمر هالأزمة بسلام وإن شاء الله ربي عز وجل الدرس كل يوم حينبث حيكون الساعة خمسة ساعة خمسة صباح هالعشر دائر ربع ساعة وإن شاء الله الدرس سلسلة رسالة في وقته وأسوة حسنة في وقته وإن شاء الله ربي عز وجل ما يقطعنا على الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ربنا تقبل منا بسر الفاتح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة